السؤال الأخير ده احنا سرقت أنا سرقت أنا الواحدي سرقت من وقت رجائي حبا حلويا طيب السؤال بقى نهاردة أنا أروح المحل فيه إلزام من الجهازة جماعة تحط التسعير أو السعر بتاع المنتج تحطه على المنتج علشان يبقى المواطن عارف أو المستهلك عارف هو بيشتري إيه بكام هل هنا لو صاحب المحل التاجر حط سعر أكبر من المتوسط اللي احنا عارفين لو افترضنا لعلبة فول معلب مثلا تمانع 15 جنيه لإيه تحططها 25 ينفع لا نعمل إيه إلا إذا إلا إذا إحنا عاملين قرار من أيام ما كنت في وزارة التموين اسمه قرار 330 سنة 2017 بيلزم منتج ومورد السلعة وإحنا هنا بنتكلم عن السلع بس عشان نبقى حافظين السلع الغذائية المعبئة عشان ما نقولش خضار وما نقولش السلع الغذائية المعبئة المعبئة بيلزم مورد السلع منتجها إنه يحط في الفاتورة الأصلية بتاعته اللي خرجها من المصنع سعر بيع المستهلك حلو قوي فلاقي علبة اللبن دي أنا عارف إن سعرها كذا تمام طب إنت بتعرف إزاي؟ عشان كي بقولك اعلن السعر إنت كتاجر أنا بلزمك بإعلان السعر ليه معادلة بسيطة جدا أنا كراجل دبطية قضائية بعمل إيه؟ بدخل أبص مكتوب على علبة اللبن 24 جنيه تمام؟ خلص وريني الفاتورة مكتوب فيها إن السعر بيع المستهلك 25 فيش تمام؟ لأ مكتوب فيها سعر بيع المستهلك 24 تمام؟ لأ قضية تبيع فوق السعر المعلن بـ 2 مليون جنيه غرامة عشان كده إعلان السعر مسألة واخدينها بمنتهى الجدية ليه؟ إن هي دي اللي بتخليني أقدر أعرف تعرف النهاردة يعني حاجة أنا مش قادرة أصدقها سوبر ماركت في حتة شعبية عنده مكنتين مكنتين كاشير ومعلن الأسعار تمام؟ المكنة دي بتضرب بالأسعار المعلنة المكنة دي بتضرب بأسعار تاني إيه ده؟ عنده سعرين جوه نفس المحل مكنتين مكنتين بسعرين؟ مكنتين يعني دي كانت بالنسبة لأ الحقيقة مش مصدقة حد بلغني من المستهلكين قال لي على فكرة المكنة دي بتضرب بالسعر اللي هو أعلنه والمكنة دي بتضرب بالسعر تاني هو حطه نزلنا عملنا عليه حاجة اسمها محاولة شراء جاينا الكلام ده فعلا لأنه بيعمل كيف فانا مش هنبطل مش هنبطل تحايل على القانون وإحنا مش هنبطل رقابة على الأسواق لكن في النهاية لازم نبقى عارفين مصر فيها 550 ألف منشأ تجاري يا دين النوية 550 ألف منشأ تجاري أنا ما قلتش إحنا عددنا كام ولا قلت وزارة التموين عددها كام ولا قلت ما بحث التموين عددها كام تمام لكن اللي بقوله 550 ألف منشأ تجاري عشان كده هرجع انتهي بالسابتك التديد بيه لو سمحت أنا محتاج المواطن شفت مخالفة بلغني من فضلك عشان اشتغل عليه ليه لأن لا يمكن لأي جهاز رقابي في العالم هيغطل 550 ألف منشأ ما كنتوش هتعرفوا قصة السوبر ماركت يا بوما كانتين غبلة وما كانش مواطن بلغ لو أنا دخلت كدبطية قضائية هيدخلني على المكانة اللي بيبيع مسأل رسمي هتطلق لي الفاتورة فيها الرز بالـ 15 جنيه وهو على المكانة التانية نفس الكيس الرز بيبيع بـ 16 حاجة يعني يعني أنا الحقيقة أعجبت بيه صحيح هو دخل السجن بس أنا ما أعجب بيه صحيح أفلنا المحل بس ما أعجب بيه اتصادرت البطاعة اللي عمده كلها بس برضو ما أعجب بيه نجم قوي نجم جدا مشغل مكانتين حاجة نمرأ شكرا شكرا